مهلا بكم إلى تفاصيل آخر نشراتنا المحلية بدايتها ستكون من شرق الوطن أن لم يلتحق تلميذ ابتدائية سعيد بشير بعين البيضاء في ولاية أمبواقية الأسبوع الفارد بمقاعد درسة وهذا راجع للبرودة الشديدة التي تكتنف فضاء اللاقس بسبب تعطل المدفأة المركزية إذن أولياء التلميذ طلبوا بحل هذه الوضعية خصوصا مع برودة التقس التي تعرف بها المنطقة ميكروفون محمد فخردين درعي عنا ربع يام ما قرأناش الفرنوات حابسين حابين نقرأوا عليه احنا عنا حق بش نقرأوا دي دي ركبونا الفرنوات ربع يام ما جيناش الأقسام بعدين شهر مقبل العطلة ما بغاوش يشعلوا عنا قدهني وما نقرأوش كما العام لفترة بولينا الأقسام قاعدنا قدهني وما قرأناش راحوا نقدهن درس قدهن درس وكما اللي مات هذن ما قرأناش ربع يام اخطمكش فرنوات ما كانش الولاد نتاعنا رام ما قرأوش دروكها مدة ربع يام باليوم وغدوة ثاني لحسب الشيوخة ما همش راح يقرأوا برسكي بهناش احنا قولي التلميذ برك اللي احنا نقولوا بلي كيشغول احنا ولادنا ما يقرأوش برسكي وبرد الحال عليهم الشيوخة بعد ما بغوش يقرأوا التلميذ نتاعنا يقرأوا في ظروف مزرية بامالدو كاتسون الاذ راهم يقرأوا يتمدرسوا في ظروف مزرية منها التدفئة منها المطعم جندت مصالح البلدية مصالحها لاجل معالجة هذه الوضعية وهم حاليا بصدد اصلاح العطب الموجود في التدفئة المركزية حتى يتمكن تلميذ المؤسسة من متابعة دروسهم في ظروف جيدة ترجمة نانسي قنقر